بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي ان شاء الله في شرح الجزء الثالث من الشرط الرقم 4 اللي هو خاص بمخياس الرسم اول حاجة نتعرف عليها هو حاجة بنسميها الربريزينتف فراكشن ودي خارق قسمة البسط على المقام والبسط دايما هو الطول في الرسم والمقام هو الطول في الطبيعة ولكن بحول كلا منهم الى يونت واحدة يهم سنتيمتر ايلا مليمتر حسب انت هترسمي دي بنسميها الارف لو قلنا ان الواحد سنتي ريبريزينتس عشرة متر في اكثر واللينز فيند الارف بيقولي الواحد سنتي على الوحة تقابل عشرة متر في الطبيعة يا ترى الارف في الحالة دي تساوي او ما قولي حارتك الارف تساوي واحد سنتي على عشرة ضرب عشان احاول من متر الى سنتي اضرب في مية يبقى الارف واحد على الف طيب التانية ان اريا او مية اربعة واربعين سنتيمتر مربع اونا ماب هزي المساحة على اللوح ريبريزينتس ان اريا ستة وتلاتين كيلومتر سكوير ان دا فلد اقولنا اول طيب الارف تساوي دي اريا يبقى اخد الجاز التربيعي لمين بقى لمية اربعة واربعين سنتيمتر مربع تأسيم ستة وتلاتين كيلومتر مربع يبقى ستة وتلاتين ضرب الف ضرب الف يبقى حولتها الى متر مربع وبعدين عشان احاول من متر مربع الى سنتيمتر مربع هارجع اضرب تاني في مية في مية دا تساوي عشان اشيل الجاز التربيعي هيبقى فوق 12 والجاز التربيعي للستة وتلاتين دي ستة في ستة بستة وتلاتين وبعدين الف في الف هاخد الف وحدة منه وبعدين مية في مية هاخد مية وحدة منه يبقى أنا كده جبت الجهز التربية على الستة فيها الواحد على الستة فيها الاتنين على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الخمسين يبقى معنا كده الـ RF في الحالة دي تساوي واحد على خمسين ألف الحالة الثالثة والأخيرة بالنسبة للحجم A room of 1728 meter cube حجرة حجمها يساوي 1728 متر مكعب ظهرت على اللوحة حجمها يساوي 216 سنتيمتر مكعب اوجد الـ RF الـ RF تساوي المرات دي هيقبى السيرد رود أو الجزر التكعيبي لمتين وستاشر خلي بالك أنا فوق شغال كده بالسنتيمتر المكعب يبقى تحت لازم يكون سنتيمتر مكعب 1700 1728 دي متر مكعب أضرب في 100 في 100 في 103 يبقى حولتها إلى السنتيمتر المكعب حل الـ RF فعلا هنا هتساوي الـ RF 1 الـ RF في الحالة التانية هتطلع 1 على 50 ألف زي ما حلناها سوا دية الجزر التالت بالكلام ده يطلع 1 على 200 ويبقى كده عرفنا يعني إيه أجيب الـ RF في عندي بعد كده حكتين كمان هنتعرف عليهم حاجة بنسميها المكسيمم لينث الـ ML وحاجة بنسميها الـ Lens of Scale أو LOS المكسيمم لينث هو بيدهالي في المسألة بيقول لي كنسترقتع Scale to measure up to 5 متر يبقى المكسيمم لينث 5 متر طب وهنا كنسترقتع Scale to read up to 10 متر يبقى المكسيمم لينث في الحالة دي 10 متر كنسترقتع Scale up to to read up to 600 متر يبقى المكسيمم لينث في الحالة دي 600 متر خلصنا كده من الماكسيموم لنس طب ومال ايه هو اللنس of scale مبدئيا كده اللنس of scale دايما بيبقى يا بالسنتيمتر يا بالملي متر لأن اللنس of scale طول مقياس الرسم مقياس الرسم عصلا هيبقى وجوده فين؟ وجوده على اللوحة وانا عمري ما هرسم على اللوحة بالمتر انا هرسم على اللوحة بالسنتيمتر او بالملي متر عشان كده اللوحة دايما اليونيت بتاعته يا سنتيمتر يا ملي متر الرف اللوحة بيساوي الرف في الماكسيموم لنس طب ده الماكسيموم لنس انا بالمتر حوله بقى سيدي يحول من المتر الى سنتيمتر او الى ملي متر حسب انت هترسم بيه ناخد مثال على كده فور ابلين سكيل ار اف تساوي ربع الار اف واحد على اربعة and الماكسيموم لنس خمسة ديسي متر خمسة ديسي حلو جد احنا اتفقنا الال او اس يساوي ايا شباب الال او اس تساوي الار اف مضروبة في الال ايه الام ايل الماكسيموم لنس كويس الار اف ربع مضروبة في هنا بيقول لي الام ايل بكام خمسة بس خمسة ايه خمسة ديسي هل انا هرسم بالديسي ولا هرسم بالسنتي طب حرارتك تقول لي هرسم بالسنتي الديسي ساوي عشرة سنتي يبقى في عشرة يبقى ده الار اف الال او اس خلاص يا شباب يبقى الال او اس بتساوي ربع في خمسة في عشرة تطلع 12.5 سنتيمتر يبقى ده طول مخياس الرسم فورا دا يغنى الاسكيل الار اف 3 على 200 ومال والام ايل بتساوي كام 6 متر خلاص هاخد اهو 3 على 200 ضرب الام ايل بكام الام ايل دي تعباره عن 6 متر يبقى 6 عشان احول المتر الى سنتي اضرب في مية السفرين دول هيروحوا مع السفرين دول على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة تطلع الناتج تسعة سنتيمتر حلاص كده كده خلصنا ازاي نجيب ال ايه الار اف او الام ايل او الال او اس طيب تعال بقى ازاي اصمم مخياس رسم هنا بيقول درو ابلين سكيل تو شو دي سيميتر سنتيمتر and measure up to one meter تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي